وإلى البورصة المصرية حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بختام التعاملات وربح رأس المال السوقي 3.9 مليارات جنيه لغلق عند مستوى 597.7 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 8,670 نقطة ليغلق عند مستوى 8,764 نقطة مرتفعا بنسبة 1.9 مائة بالمائة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1659 نقطة ليغلق عند مستوى 1693 نقطة مرتفعا بنسبة 1.47 مائة بالمائة كما فتح أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا عند مستوى 2454 نقطة ليغلق عند مستوى 2484 نقطة مرتفعا بنسبة 21.2 مائة بالمائة إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.81 مائة جنيها للشراء و18.93 مائة جنيها للبيع بالنسبة لليورو وصل إلى 19.18 مائة 19.30 مائة الجنيه الإسرليني 22.53 مائة 22.68 مائة الدرهم الإماراتي 25.15 مائة أخيرا أريال السعودي 51.45 مائة اشتركوا في القناة decime